السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله واهلا بكم معنا النهاردة في فيديو جديد اداة TFT فيها اكتر من ميزة مشرحناهاش قبل كده وكان لازم نعمل فيديو علشان نشرح المميزات الجميلة جدا اللي موجودة في اداة TFT يلا بينا على طول نبدأ الشرح ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح تشتركوا معنا في القناة واتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اي جديد بنعمله على القناة يلا بينا على طول نبدأ الشرح اهلا بكم معنا النهاردة مرة تانية زي ما حضراتكم عارفين فريق TFT تقريبا بينزل لنا كل يوم تحديث ويعمل اصلاحات كتير جدا الفريق شغال الدنيا تمام ما فيش اي مشاكل لو في اي مشكلة الفريق بيعمل update وبيقوم بحل المشكلة بطريقة سهلة جدا وبسرعة كبيرة جدا جدا طيب في ميزة جميلة جدا او آيكونتين ما اتكلمناش عليهم قبل كده في اداة TFT طبعا ده الاصدار آآ طبعا الاصدار اللي معنا اتكلمنا ازاي نثبته وازاي نقدر نحمله وبرضه هسيب لك الرابط بتاع اخر اصدار موجود تحت الفيديو هنبدأ نفتح الاداة بشكل طبيعي جدا كما سأقول علشان نبدأ نتعرف على المميزات اللي ما شرحناهاش قبل كده وكمان هنستخدمها بشكل عامل زي ما حضراتكم شايفين بتفتح الواجهة كده وطبعا آآ ده الاصدار واحد بوينت خمسة بوينت سبعة بوينت اربعة وحتلاقي رابط التحميل بتاعه برضو موجود تحت الفيديو بعد كده هنضغط على كلمة وزي ما حضراتكم عارفين احنا شرحنا الاصدار ده على القناة التانية بالتفصيل وقلنا ايه هي الاضافات اللي تم اضافتها في الاداة بشكل تفصيل زي ما حضراتكم شايفين دي وجهة اداة الاداة طبعا احداث اصدار زي ما حضراتكم شايفين وقلنا في الفيديو اللي نزلناه مبريا على القناة التانية ان تم عمل اصلاح لمشاكل كتير جدا منها الاتصال بالنت وعمل تحديس بشكل اوتوماتيك. يعني بعد كده لو نزل اي اصدار هتجدها بتعمل ابديت او تحديس بشكل اوتوماتيك من خلال الاداة نفسها. مش هتضطر ان انت تحمل الاصدار اللي بعد كده بشكل منفصل. طيب ايه الجديد اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة في الفيديو ده? زي ما حضراتكم شايفين بالزبط دي واجهة الاداة? لو احنا جئنا على مربع التكبير اللي موجود في الاداة ده وضغطنا عليه. حال لاحظ ظهور ايكونة ابل وايكونة اس بي دي او معالجات الاس بي دي. لو رحنا على اجهزة ابل هتلاقي كل العمليات الخاصة باجهزة ابل زي ازالة الاي كلاود عمل ديسيبل لدبط المصنع. ده بقى انا بحتاج الحاجات دي ليه? يعني انا بحتاج ليه اوقف دبط المصنع او فورمات اجهزة ابل ليه? انا بحتاج ان انا وقف دبط المصنع علشان لو انا عامل تخطي لاجهزة الاي كلاود اقدر ان انا ما خليش المستخدم اللي ماسك الجهاز يقدر يعمل دبط المصنع علشان ما يبوضش كل اللي احنا عملناه اللي هو التخطي. لو احنا عملين تخطي لاي جهاز ايفون فمن الافضل ان انا بعمل حاجتين. بوقف الافضيت وبوقف عمل دبط المصنع. علشان يفضل الاصدار زي ما هو لانه لو حدس او عمل دبط مصنع الجهاز هيطلب منه الاي كلاود تاني وحيرجع يعمل تخطي تاني. فافضل حل بعد تخطي الاي كلاود هو عمل لضبط المصنع او اقاف لضبط المصنع واقاف لتحدثات الجهاز. وطبعا التحدثات الهوائية تقدر تعمل اقاف لها. واخر حاجة معنا هي اصلاح الاشعارات. اه طبعا بعد التخطي بيكون في مشكلة. طبعا بعد التخطي بيكون في مشكلة لاشعارات بتاعة الايفون. فهنا عاملك ايكونة لاصلاح الاشعارات. لو جينا مع بعض كده نجرب مسلا اي عملية. لو جينا مع بعض كده نجرب اي عملية مع بعض. لو جينا على كراءة معلومات الجهاز مسلا. علشان الجهاز اللي معا مش محتاج ان انا عمله مش محتاج ان انا عمله اكتر من كده علشان خطر الجهاز عليه داتا وبيانات. فزي ما حضركم شايفين هنا بيطلب من الوسوق على شاشة الموبايل. وبعدها بيبدأ يقرأ بيانات الجهاز زي ما حضركم شايفين بالزبط. تقدر تعمل اقاف طبعا لضبط المصنع زي ما تكلمنا قبل كده. وتقدر تعمل آآ فورمات من خلال الاداة نفسها. زي ما حضركم شايفين بالزبط. تقدر تعمل خلال ثواني بسيطة جدا لو لاحزنا مع بعض. لو لاحزنا مع بعض ان الاداة بتقرأ بشكل كبير جدا. وبتجيب لك كل حاجة حتى الوقت وتجيب لك كل معلومات الجهاز زي ما حضركم شايفين. واصدار الايو اس اللي موجود عليه ستاشر بوينت واحد. زي ما حضركم شايفين بالزبط. اداءة قوية جدا جدا. بعد كده طبعا آآ خاصية الباس كود. هتقدر تعمل الثلاث خطوات دول. علشان لو الجهاز آآ عايز تعمله تخطي عن طريق آآ باس كود. وطبعا دي طريقة هالو سكرين. وطبعا احنا عارفين لازم نعمل جلي بريك الاول وبعدك هنعمل تخطي. وفي الاداة موضح لك هنا قالك لو الجهاز بيجيب آآ بيعمل تخطي من غير شبكة. يعني لو الجهاز عليه تقدر تعمل تخطي آآ بس مش هيجيب شبكة معك. فحتقدر تعمل كل العمليات الخاصة باجهزة قبل طبعا كل العمليات دي محتاجة هنا بالنسبة لي طبعا كل العمليات موجودة سواء تخطي او باس كود او شاشة هالو سكرين او شوية عمليات جمال جدا زي القائمة الاولى دي ودي اكتر قائمة انا بحبها صراحة لانها بتزبط شغلك بعد ما تنتهي من التخطي. بعد كده قائمة طبعا هي مش متفعلة لكن فيها عمليات كتير جدا هتظهر في التحدثات اللي جاية بعد كده. فالشرح ده لو صغرنا الوجهة زي ما حضراتكم شايفين بتختفي لو لاحزنا هنا علامة آآ الايكونتين موجودة في الجنب هنا كده. تمام? فكل تعمله انك تكبر الصورة. حتلاقي كل حاجة خاصة باجهزة قبل زي ما حضراتكم شايفين. وكل المعلومات زي ما شرحنا في الفيديو. الاداء اصبحت قوية جدا جدا. اداء. والفريق طبعا بننعمه ونتوجهه بالشكر على البرمجة القوية جدا بالشكل المحترم اللي زهروا قدام حضراتكم. فطبعا الاداء اصبحت قوية بشكل كبير جدا جدا. وطبعا بكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى. ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا اي جديد بنعمله على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.